السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ابناء بناتي طلاب الشهادة الاعدادية مع درس جديد من دروس مادة العلوم. زي ما نشايفين العنوان بتاعنا النهاردة هو تجميع معادلات الدرس الاول على التفاعلات الكيميائية. هنشوف مع بعض كده اهم المعادلات اللي علينا. يلا كده نبدأ مع بعض درسنا النهاردة. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا رقم واحد. تفاعلات اسمها كده تفاعلات الانحلال الحراري. يبقى اول حاجة عندنا ايه? تفاعلات الانحلال الحراري. طبعا تفاعلات الانحلال الحراري عشان تكون فاهمها هوضحها لك بطريقة سهلة جدا. ان انت عندك مركب كبير كده. مسلا افتكر ان انا الرسمة لرسمها دي عبارة عن مركب. المركب ده انا لو عملت له تسخين يعني حرارة وانت عارف ان رمز الحرارة اللي هو الدلتا او المسلس ده. هيتفكك المركب بالحرارة يعني معنى كلمة انحلال حيتفكك الى مركبات صغيرة. يعني هزي المركبات الصغيرة بتكون ابسط من المركب الاصل اللي بينحل. او ان هي دي تكون العوامل اللي هو بيتكون منها او المكونات اللي بيتكون منها. يبقى هيتفكك المركب الى جزيئات صغيرة او مركبات اصغر منه هو. طيب عندنا اول حاجة ايه? عندنا اول حاجة اللي هو انحلال اكسيد الزئبق اللي هو الاحمر. اكسيد الزئبق الاحمر هو احد اكسيد الفلزات اللي هو الاتش جي او. بينحل بالحرارة بيدي حاجتين بيدي اكسوجين او تو يتصعت. وبيدي زئبق اتش جي اللي هو بيكون لونه في الدي. يبقى احنا عندنا دلوقتي اكسيد الزئبق الاحمر ده. لما نيجي نعمله المعدلة الكيميائية هنقول كده اتنين اتش جي او اكسيد الزئبق الاحمر. هينحل بالحرارة. هيدي اتنين زئبق اتش جي باللون الفضي زائد غاز الاكسوجين او تو يتصعت. لما يجي لك سؤال يقول لك يتحول لون اكسيد الزئبق الاحمر بالتسخين الى اللون الفضي. اقول له بسبب تكوين الزئبق باللون الفضي. طب لما يقول لك ليه وزن اكسيد الزئبق الاحمر بيقل بالانحلال الحرارة او بالتسخين. اقول له لان غاز الاكسوجين يتصعد منه وبالتالي يقل وزنه. المثال التاني هو انحلال هيدروكسيد النحاس وده لونه ازرق. طيب هيدروكسيد لما يجي انحل بالحرارة يدي حاجتين. يدي حاجة كده اسمها اوكسيد الفلز. ويدي كمان حاجة اسمها بخار مية. طب ليه ما قلناش مية? عشان انت بتسخن. لما بتسخن انت عارف ان المية بتتحول الى بخار. يبقى هيدروكسيد النحاس لما ينحل بالحرارة هيدي اوكسيد النحاس وبخار مية. نعمل المعادلة بتاعتنا. سي يو او اتش الكل اتنين هيدروكسيد النحاس بالحرارة هيدي اوكسيد النحاس سي يو او زائد بخار المية اتش تو او يتصعد. اوكسيد النحاس ده هيبقى لونه ايه? لونه اسود. اما هيدروكسيد النحاس فاتحول اللون بتاعه من الازرق بالتسخين يعني بالحرارة الى اللون الاسود. يبقى تفكك الى اوكسيد النحاس الاسود وبخار المية. طيب التفاعل اللي بعد كده عندنا اللي هو انحلال كربونات النحاس اللي لونها اخضر. طيب انا عندي كربونات النحاس اللي لونها اخضر اللي هي سي يو سي او سري. لما تنحل بالحرارة نتيجة التسخين برضو هتدي حاجة اسمها اوكسيد النحاس زائد غاز ثاني اوكسيد الكربون يبقى احنا عندنا هنا كربونات النحاس اللي لونها اخضر اتحولت الى اوكسيد النحاس باللون الاسود واتصعد غاز ثاني اوكسيد الكربون. طب انا مش عارف بقى يا جماعة ان غاز ثاني اوكسيد الكربون ده طالع. اعرف منين امرره في ماء جير رائق. اول ما امرر ثاني اوكسيد الكربون في ماء الجير الرائق ببص لا انه هو يتحول الى اللون الابيض ويتعكر ويصبح ماء الجير الرائق متعكر. يبقى هنا هيعكر ماء الجير الرائق. التفاعل اللي بعد كده هو عبارة عن تفاعل انحلال كابريتات النحاس اللي لونها ازرق. عندي كابريتات النحاس اللي هي سي يو اس او فور. لما تنحل بالحرارة هتدي اوكسيد النحاس الاسود زائد غاز ثالث اوكسيد الكابريت يتصعد. يبقى هنا تتحول كابريتات النحاس من اللون الازرق بالحرارة الى اوكسيد النحاس الاسود ويتصعد غاز ثالث اوكسيد الكابريت. طيب التفاعل الاخير في الى انحلال بالحرارة اللي هو انحلال نطرات السوديوم. نطرات السوديوم اللي هي ايه? ان او سري. دي بيكون لونها ابيض. طيب لما جا سخن نطرات السوديوم بالحرارة هتدي ايه? هتدي حاجة اسمها نايتريت وده بيكون اقل منها بزرة اوكسوجين. يعني بدل ان او سري النايتريت ان او تو. زائد الاكسوجين او تو يتصعد وعشان نوزن المعادلة بنحط اتنين هنا واتنين هنا. طيب انا اعرف منين ان غاز الاكسوجين اتصعد? لو قربت منه عود ثقاب مشتعل او شزية مشتعلة فلا ان هي تزداد توهجا واشتعالا. لان الاكسوجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. يبقى دي كده اللي هي افكار ومعادلات الدرس الاول ان انحلال بالحرارة. طيب احنا لسه في الدرس الاول النوع التاني من التفاعلات اسمه الاحلال. الاحلال معناها ايه? ان ايبقى انت عندك مركب كده? جوه منه في فلز. عنصر فلزي. لما تضيف عليه فلزي تاني انشط منه يخرج الفلز اللي جوه المركب ويحل محله. او اه يعني هذا العنصر اكسر نشاطا من العنصر اللي جوه المركب فيا ايه? يحل محله ويكرشه. نشوف الاول ايه هي الافكار بتاعة الاحلال البسيط. مسلا انا عندي مركب كده اللي هو مسلا هنسميه ايه بي. هحط عليه عنصر في لزي ناشط وليكن سي. هبصة لايه ان العنصر الناشط ده يخش يكرش الايه ويدي مسلا سي بي زائد الايه كده يتكرش برا اللي هو العنصر الاقل نشاطا. طب انا اعرف منين ان العنصر ده ناشط ومش ناشط? العلماء عملوا حاجة اسمها متسلسلة النشاط الكيميائي. اسمها كده ايه? متسلسلة النشاط الكيميائي. وفي بعض الكتب بيسموها السلسلة الكهرو كيميائية. طيب عملنا ليه المتسلسلة دي اولاد عملناها علشان نقارن بين العناصر الكيميائية من حيس النشاط الكيميائي. نبص كده على العناصر في متسلسلة النشاط الكيميائي هنلاقي طبعا البوتاسيوم اللي هو اكتر عنصر ناشط. تحت منه كده السوديوم. ايه? باريوم. حاجة اسمها باريوم بي ايه? وبعدين هكمل كده على الجنب ده. بس العناصر الاكتبة هنا تبقى تحت الباريوم. كالسيوم اللي هو سي ايه. مغنيسيوم اللي هو ام جي. طيب ده معنى ايه? معنى ان البوتاسيوم اكسر نشاطا من السوديوم. اكسر نشاطا من الباريوم. اكسر نشاطا من الكالسيوم. اكسر نشاطا من المغنيسيوم. وبعدين الامونيوم. اقل منهم كلهم في النشاط. وبعدين نيجي بقى على العناصر زي الخرسين اللي هو الزينك زد ان. وبعدين هنلاقي الحديد اللي هو اف اي تحت خالص تحتهم كلهم اقل منهم نشاطا. وبعدين حاجة كده اسمها قصدير اللي هو الاس ان. وبعدين الرصاص اللي هو بي بي. اه زي ما انت شايف كل العناصر دي كده اللي انت شايفها دي عناصر مترتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. لما نيجي نقول بقى هيدروجين ما ينفعش ان انا سيب الهيدروجين لوحده. لازم احط الهيدروجين كده جوه ايه? جوه المربع او المستطيل ده. ليه بقى انا عملت كده? لان الهيدروجين لافلز وغاز. ودي كلها عبارة عن فلزات. يبقى انا عملت ده عشان اقولك ان كل الفلزات دي تقدر ان هي تكرش الهيدروجين. وتحل محله في اي مركب من مركباته. زي مثلا لو كان موجود في المية. انت عارف ان المية او موجود مثلا في حمض مخفف. زي حمض الهيدروجين. يبقى لما اجا اقولك حطينا كالسيوم في المية يطلع الهيدروجين. حطينا كالسيوم في حمض يطلع الهيدروجين. حطينا البوتاسيوم على حمض يطلع الهيدروجين. حطينا الصوديوم على حمض يطلع الهيدروجين. يبقى الهيدروجين بيطلع امتى ويدكرش? لان كل العناصر دي انشط منه وتسبقه فيه متسلسلة النشاط الكيميائي. تحت الهيدروجين بقى الغلابة اللي هو النحاس اللي هو السي يو ما يقدرش يحل محل الهايدروجين وضعيف جدا في النشاط. وبعدين الزبق اللي هو اتش جي برضو ضعيف جدا اضعف من النحاس. وبعدين الفضة اللي هي اي جي برضو اقل في النشاط. يبقى النحاس والزبق والفضة تحت مين? تحت الهايدروجين. والبلاتين اللي هو بي تي. واخر حاجة بقى مين عندنا اللي هو الزهب اللي هو ايو. يبقى دي كده بنسميها ايه? متسلسلة النشاط الكيميائي. بوتاسيوم سوديوم باريوم كالسيوم ماغنيسيوم الامونيوم خارسين حديد قصدير رصاص دول انشط من الهايدروجين. اما النحاس والزبق والفضة والبلاتين والذهب اقل نشاطا من الهايدروجين. يبقى مين بقى الشباب اللي بيقرش الهايدروجين ويحل محله كل دول? طب سؤال يقدر البوتاسيوم يطرد السوديوم? ايوه يقدر يطرده من محليله ومن املاحه ومن مركباته. وكلما ازدادت تباعد بين العناصر كلما زادت سرعة التفاعل. بمعنى ايه? لو انا حطيت مثلا حتة بوتاسيوم وحتة سوديوم على حاجة فيها ماغنيسيوم. طب المسافة بين الماغنيسيوم والباريوم? قريبة جدا. يبقى معنى كده ان التفاعل مش هيبقى بسرعة السوديوم لان السوديوم ابعد من الماغنيسيوم. طب مين ابعد خالص? البوتاسيوم. يبقى المسافة بين البوتاسيوم في المتسلسلة والماغنيسيوم بتقولك? ان لو انا حطيت بوتاسيوم على مركب في ماغنيسيوم هيحل البوتاسيوم. مكان الماغنيسيوم اسرع بكتير من لو كان سوديوم بيحل محل الماغنيسيوم. يبقى لما يجي في الامتحان يقولك ما النتائج المترتبة على زيادة التباعد بين مثلا السوديوم والرصاص والبوتاسيوم والرصاص? اقول له كلما ازداد التباعد كانت سرعة التفاعل اكبر في حالة البوتاسيوم من السوديوم. ناخد كده عمثلة اللي هو ايه بقى? احلال فلز نشط محل هيدروجين المية. اللي مش اه واخد بالو من ان المية هي اسمها المية لكن هي عبارة عن اتش تو او. وممكن نكتبها كده اتش موجب او اتش سالب. نخلي بالك بقى من الجزئية ديت. اول ما ترمي فلز وانا اعلمك حاجة في الكيميا من اسرار الكيميا. لو انت رميت الماغنيسيوم على المية. الماغنيسيوم اساسا بيعمل ايون موجب. فالايون الموجب دايما يدور على الايون السالب. هنا الايون السالب هو الهايدروكسيد. فبص تلاقي الماغنيسيوم خطف من المية الهايدروكسيد. وساب لك الهايدروجين يا تساعد. يبقى لما نيجي نتكلم على تفاعلات اي فلز نشط مع المية. المية هتتقط عنه الصين. او اتش الفلز يخطفه. ويسيب الهايدروجين يا تساعد. وانا ممكن اعرف ان الهايدروجين يتساعد. لو قربت منه شازية مشتعلة يشتعل بفرقعة. طيب انا هعمل ايه? هجيب كده حط. حط في حبة مية. وارمي في حتة سوديوم صغيرة ايه? واجيب حط تاني. وحط في مية. وارمي في حتة بوتاسيوم مثلا كيه? طبعا التفاعل في هذه الحالة هيكون قوي جدا وتساعد غاز الهايدروجين فقعات الهايدروجين هتمل المية كتير جدا بالهبل. والهايدروجين كمان يطلع ايه? يشتعل بفرقعة من حرة التفاعل. ليه? لان البوتاسيوم انشط من السوديوم. وبالنسبة للسوديوم يتساعد كمية من الهايدروجين كبيرة بس اقل من البوتاسيوم. وده معناه ان انا واخد حطة صغيرة ليه لان التفاعل ده قابل الاشتعال والانفجار فدي من احتياطات الامان. لو قلنا التفاعل بتاعنا اتنين صوديوم ان ايه? مع اتنين مية اتش تو او. هيدينا اتنين هيدروكسيد الصوديوم ان ايه او اتش? واحنا قلنا ان الفلز دايما ياخد الاو اتش من المية. زائد الهايدروجين اتش تو يتساعد. طب ازاي الهايدروجين يشتعل? بيشتعل من حاجة اسمها هيت او حرارة اللي هي حرارة التفاعل. يبقى هنا لو انت مساكت الكاز ده او الكاز ده بايديك كده منبرة هتلاقيهم سخنين جدا مولعين بسبب الحرارة اللي طالعة من التفاعل ده. بالمثل لو قلنا اتنين كي اتنين بوتاسيوم مع اتنين مية عشان نوزن المعادلة يعني. هيدينا اتنين كي او اتش. الفلز دايما بيدور على الاو اتش. زائد الهايدروجين اتش تو يتساعد زائد حرارة اللي هي هيت بالمنزر دوت. يبقى ده كده التفاعل احلال فلز محل هيدروجين المية. طيب احلال فلز محل هيدروجين الحمض المخفف. طيب الحمض المخفف اللي هنشتغل عليه في الترم ده سنة ثالثة هو مفيش غير حمض واحد. اللي هو الاتش سي ال. اللي بيتحول الى اتش موجب زائد سي ال لسالب. اي يون الكولوريد السالب. يبقى انا لو حطيت مثلا خارسين اللي هو في لز بيعمل ايون موجب. هيجري بسرعة ياخد الكولور والهايدروجين يتساعد. لو حطيت مثلا الامونيوم اللي بيعمل ايون موجب. هيروح الالامونيوم ياخد الكولور والهايدروجين هتساعد. انما لو حطيت نحاس هبصة لها ان النحاس مش هيتفاعل ليه. لانه اقل نشاطا من الهايدروجين اللي في الحمض المخفف فمش هيطرده. وبالتالي لا يحدث تفاعل. يبقى بالتالي كده يا شباب لو انا جبت لك تلات انابيب اختبار. وحطيت لك في التلات انابيب حمض الهايدروجولوريك. ادي انبوبة ادي اتنين ادي تلاتة. حمض اله سي ال هنا بالمنظر ده. وهنا كمان. اهو ده كده عبارة عن اله سي ال مخفف يعني او دايل. وهنحط هنا خارسين زد ان. هنحط هنا الامونيوم اي ال. هنحط هنا نحاسيو. على طول هنقول له الخارسين زد ان. يتفاعل مع حمض الهايدروجولوريك المخفف. اللي هو دايل. ويدينا ملح الحمض اللي هو كولوريد الخارسين. زائد غاز الهايدروجين اتش توية تصعد. لو جبنا الالمونيوم اي ال. خلينا اتفاعل مع ستة جزئ من حمض الهايدروجولوريك المخفف. هيديني ملح الحمض اللي هو اتنين اي ال سي ال سري كولوريد الالمونيوم. زائد غاز الهايدروجين تلاتة اتش توية تصعد. هنا بقى عندنا معلومة مهمة جدا. الالمونيوم رغم انه هو انشط من الخارسين. الا ان التفاعل بتاعه بيبدأ متأخر. ليه بيتأخر التفاعل? علشان الالمونيوم عليه طبقة من اكسيد الالمونيوم بتقلل من سرعة التفاعل. اما لو جبنا النحاس وحطناه على حمض الهايدروجولوريك اتش سي ال المخفف. فاروح اقيل له ايه بقى لا يحدث لا يحدث تفاعل. طبعا عشان الفيديو ما يكونش طويل هنكتفي بهذا القدر وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة القادمة مع افكار ومعادلات اللي هو الدرس الاول للصف الثالث الاعدادي من درس التفاعلات الكيميائية. كان معكم كبير معلمين محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.